العيان اتبرع بالدم او المتبرع عفوا اتبرع بالدم ومشي الدم ده بتاعه مش بيتاخد عطي روح ما نقول للمريض لا لا بيتاخده خشي يتعمل تحاليل يشوف الامراض النقلة يشوف الفصائل الدم كل حاجة بيتزبط حتى لو طلع فيه مشكلة في الدم ايا كانت هي بيتصله بالمتبرع مواضين بياناته نعم لا تعال بقى اتطمن على نفسك لانك تلع عندك مثلا العدوى الفلانية او تلع عندك مشكلة في الدم او تلع او تلع او تلع وبيستقبلوه وينصحوه كل هذه الاحترازات قللت من هذه المضاعفات نجي عند المضاعفات يبقى احنا قلنا المضاعفات هي بفضل الله عز وجل ومع التقدم في الطب وتقدم في الاحترازات اصبحت نادرة لكن نستطيع برضو ان نذكرها من اول هذه المضاعفات طبعا عدم التوافق وعدم التوافق ده سواء في المكونات الرئيسية اللي هي الفصالة اي بي او الفصيلة او في الحاجات الفرعية زي البروتينات او المكونات المصاحبة للدم لذلك بتحسن منه تحسس والتحسس ازا ما قلنا على حسب شدة الحسية او شدة عدم التوافق بيكون تحسس بسيط او متوسط ده بنعالجه بمضادات الهستامين اي حقق ابرة مضاد الهستامين وخلاص ده بيسبب الانسان شوية هيجان شوية حكة بعض الام في الجسم بيحس بس مش يعني محمرار للجسم كده هل ممكن تؤدي للوفاء عدم الان انا جايلك بقى في حاجات ممكن تؤدي للوفاء انا جايلك هو التحسس احنا قلنا اول مضاعفات هي التحسس خلاص فيه اقل لها وتحسس درجات تحسس درجات فيه تحسس خفيف فيه تحسس شديد لدرجة لو شفت المريض المريض بيحترق قدامك يعني انت لو شفتين مش واخد بلك اللي هو ناقل دم ممكن تقولي ده ده انسان محروق وبيبقى شكله صعب جدا ده فورا محتاج ياخد كورتزون او حتى لو حصل ابرة ادرينالين او كورتزون وإلا ما تقدرش عيدا اسمه بقى ده بياخد ايه صدمة تحسسية شديدة صدمة تحسسية شديدة اذا لما تتدرك فورا بيموت لذلك ناقل الدم ناقل الدم لابد ان يكون فيه مستشفى مجهز وجنبه عربة ادوية الطوارئ نعم وجهاز الملاحظات وكل الاحتياطات تحسوبا لهذه الخطورة نعم